الكبدة الإسكندرانية بتركتها وبحركاتها الجميلة وبروايحها اللي بيجيب آخر الشارع على محلات الكبدة أو عربيات الكبدة المشهورة ونقول نبدأ نقول بسم الله على بركة الله حوالي 3 معلق من الزيت على معلقة من السمن هنضيف 10 فصوص من التوم بسم الله على بركة الله والتركة بقى والحاجة الجميلة اللي تعمل الريحة الحلوة والأكلة الجميلة 50 جرام من الدهن الضاني عليها الكبدة الإسكندراني هنعملها بالعيش بتاعها أو العيش الفينو بتاعها الجميل سندة وتشات الأطفال بيحبوها والكبار بيشاؤوها هنعملها لكم في أكلة بسيطة مصرية في الصحة والجمال بطريقة سهلة ومبسطة واقتصادية بعد كده بعد منزلنا بعشر فصوص من التوم الفلفل على حسب الرغبة حار أو بارد عشر فصوص عشر عشر وحدات من الفلفل ربع كيلو نص كيلو ادو الفلفل كل ما نقطر كل ما يكون يحلو عايزينها سبايسي يكون حار نديها باسم الله أكلاتنا أكلات خفيفة بنحاول بقدر إمكان نبسطها ويكون اقتصادية وجبة غدا سريعة ومش مكلفة كتير ومنها مغزية مع شرايح البصل وشرايح الفلفل والطماطم وأحلى طبق سلطة معاها حطينا عشر فصوص من التوم على الزيت والسمن ومعاها خمسين جرام من الدهن الضاني اللي ما بيحبش الدهن الضاني ما فيش أي مشاكل ينزل بالكبدة مع الفلفل لكن الدهن الضاني بيعمل تركة حلوة جدا وريحة بيكون مية مية نقلب الفلفل مع التوم مع الدهن الضاني وننزل بالكبدة متقطع تقطيعها صفيرة أو مكعبات على حسب ما تختراء وما تحتاجوه بسم الله على بركة الله لو الكبدة لحضراتك جايبها فريش جايبها طازة بنحطها في التلاجة حوالي ساعة زمن بالزب بعد كده بنطلعها نقطعها شرايح ونعملها عصفيري أو مكعبات بيكون أسهل بكتير بعد كده بعد ما بقلب الكبدة مع الفلفل مع التوم مع الدهن الضاني بنزل بمعلقة من الكركم والسبع تواب المشكلين المعتدين النهاردة الكركم معانا سيد الكبدة عشان تعمل تركة وريحة جميلة بعد كده نحط الفلفل الأصمر مع الحبهام مع ورق اللوري مع جسط الطيب مع الكزبرة مع مع الكزبرة كل ده حصى نتحانه فريش جاهز على طول الطبع الأولاني بتاعنا خلق